بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن الويرلس التقنية اللاسلكية والتقنية اللاسلكية هي غير غريبة علينا وهي موجودة في حياتنا اليومية والتقنية اللاسلكية نراها في الأجهزة المحمولة أجهزة الجوال بحيث إحنا لما نجري مكالمات من خلال جهاز الجوال فنحن نستخدم التقنية اللاسلكية كذلك لما نيجي نستخدم الإذاعة لسماع محطات الإذاعة فنحن نستخدم التقنية اللاسلكية لما نقوم بمشاهدة التلفاز فنحن أيضا نستخدم التقنية اللاسلكية كذلك أصبحت التقنية اللاسلكية بتقدم لنا خدمة الإنترنت ونراها في الأماكن العامة مثل المطارات المقاهي وكذلك أصبحت تستخدم أيضا في الشبكات من ناحية ربط الأجهزة مع بعضها البعض بدأت الشبكة اللاسلكية فعليا في عام 1844 عندما تم نقل التليغراف بالطريقة اللاسلكية التليغراف هو جهاز كان يقوم بنقل البيانات على شكل كهرباء يعني هي البيانات كانت عبارة عن رسائل بيتم تحويلها إلى إشارات كهربائية فيما بين الطرفين بعد كذا كانت التجربة عام 1844 وهي نقل رسائل التليغراف اللاسلكية طيب نقل البيانات اللاسلكية يعني نقلها عن طريق الهواء أو بشكل أصح وأدق هو استغلال الموجات الراديو الموجودة في الهواء لنقل البيانات طبعا تتميز الشبكة اللاسلكية في أنها تعطينا حرية الحركة ولا تقيدنا في مكان معين وكذلك أصبحت الشبكة اللاسلكية أو التقنية اللاسلكية مع الوقت أسرع ومتطورة بشكل أفضل من الأمثل التي تم استخدام فيها الشبكات اللاسلكية عندنا مثلا أنظمة تحديد المواقع الجي بي اس ونستطيع أن نعرف أن الشبكة اللاسلكية هي مجموعة أجهزة متصلة ببعضها البعض عن طريق الموجات الموجودة في الهواء والتي يتم استغلالها لربط الأجهزة مع بعضها البعض وجعلها تتبادل البيانات فيما بينها ومن الممكن استخدامها في جهاز الكمبيوتر بالأجهزة الطرفية مثلا عندنا طابعة ممكن نخليها تتصد بجهاز الكمبيوتر باللاسلكي عندنا جهاز مثلا عندنا الماوس الفارة أو لوحة المفاتيح الكيبورد ممكن أيضا أن نجعلهم يتصلوا بجهاز الكمبيوتر بشكل لاسلكي تقنيات الشبكات اللاسلكية يتم تقسيم الشبكات السلكية من ناحية المساحة الجغرافية بنفس الطريقة تقسيم الشبكات السلكية حيث يوجد لدينا أربعة أنواع كل نوع يملك تقنية أو أكثر تعمل في داخل النوع الواحد وذلك بالشكل التالي نبدأ بالبان والبان هي اختصار لبرسونال ايريا نتورك الشبكة اللاسلكية الشخصية وهي تطلق على الشبكة اللاسلكية التي تعمل على مساحة تبدأ من متر إلى عشرة أمتار وهذا النوع يتم استخدامه لجعل جهاز الكمبيوتر يتصل بالأجهزة الأخرى مثل الطابع الفارة الكيبورد الكاميرا إلى آخره والتقنية التي تعمل في داخل البان هي عندنا تقنية الانفرا ريد وعندنا البلوتوث وعندنا الـ UWP وعندنا الزك بي عندنا التقنية الثانية أو النوع الثاني من الشبكات اللاسلكية التي هي الـ WLAN والـ WLAN هي اختصار لـ Wireless Local Area Network وهي الشبكات المحلية اللاسلكية وهي ترمز إلى مجموعة من الأجهزة المتصلة ببعضها البعض في داخل منطقة جغرافية صغيرة مثل مبنى، شركة، مصنع، مستشفى إلى آخره حيث تتمكن الأجهزة من أن تتصل ببعضها البعض لتتشارك في مصاطر الشبكة التقنية المستخدمة في الشبكة اللاسلكية المحلية هي تقنية الـ Wi-Fi عندنا بعد كذا النوع الثالث من أنواع الشبكات اللاسلكية اللي هو الـ WMAX والـ WMAX هي اختصار لـ Wireless Metro Politein Area Network شبكات المدن اللاسلكية وهي شبكة لاسلكية وسط فيما بين الشبكة المحلية والواسعة حيث أنها تغطي مساحة جغرافية، تغطي مدينة كاملة وذلك من خلال تركيب أبراج لاسلكية في المدينة تقوم ببث إشارات لاسلكية للمستخدمين في داخل المدينة التقنية المستخدمة في هذا النوع هي تقنية الـ Wi-Max وتشبه فكرة عمل الـ Wi-Max عمل الـ Wi-Fi ولكن تقنية الـ Wi-Max تعمل على مسافة أكبر وبسرعة أعلى وممكن من خلالها يتم توفير ربط الفروع ببعضها البعض أو جعل مجموعة مستخدمين يتصلون مع بعضهم البعض أو تقديم خدمة الإنترنت النوع الرابع من أنواع الشبكات اللاسلكية اللي هي الـ W1 والـ W1 هي اختصار لـ Wireless Wide Area Network الشبكة الواسعة اللاسلكية وهي مجموعة من الشبكات المحلية المنتشرة في مدن ودول مختلفة حول العالم وقد تغطي الشبكة الواسعة كمساحة جغرافية الكرة الأرضية والجهة التي تستخدم أو التي تقوم بإنشاء وصيانة وإدارة الـ W1 هي شركات الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة والشبكات الخاصة بالهواتف المحمولة والتي أيضا يندرج من ضمنها شركات تقديم الخدمة عندنا كأجيال يطلق عليه أجيال الشبكات الواسعة والاتصالات عندنا الـ GPRS عندنا الـ UMTS وعندنا أخيرا الـ GSM وصلنا لنهاية هذه الرسالة وأتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته